اشهد الله وقاتكم متابعين الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس اذا كنتم تكتشفون القناة لا تبخلوا علينا باشتراك للتوصل بجديد الحالة الجوية بالمغرب بشكل يومي ان شاء الله نستهل النشرة الجوية بتوقعات يوم الجمعة واحدة شتن بر بحول الله حيث من المتوقع خلال فترة بعد الزوال ان تعرف المملكة اجواء صافية على مستوى معظم المناطق المغربية كما يوضح لنا هذا النموذج تستمر الاجواء المستقرة طيلة يوم الجمعة بالنسبة ليوم السبت القادم فمن المحتمل ان يكون المغرب على موعد مع نزول زخط مطرية وستبدأ خلال الفترة الصباحية من يومه السبت من المتوقع ان تعرف الناظر والحسيمة وتازة وتوريت وفاس وكيكو وخنيفرة تشكل الغيوم خلال الفترة الصباحية من يومه السبت ومن المتوقع ان شاء الله ان تستمر هذه الغيوم في التكتل وبالتالي من المتوقع ان تعرف هذه المناطق نزول زخط مطرية ستكون متوسطة بحول الله وقوة وسيهم الامر فرانس كورام الداس فاس دهلا وكذلك تازة اكنول ساكا دريوشا الناظر الحسيمة وكذلك بركان خلال الفترة الصباحية دائما من المتوقع ان تعرف المناطق الشرقية للمغرب بوجد جرادة توريت وبركان وكذلك المناطق المتوسطية الناظر الدريوشا جنول وتازة وساكا وكذلك غرسيف وتندي تشكل غيوم قد تكون مصحوبة بالنزول زخط مطرية رادية مهمة على مستوى منطقة ساكا وكذلك الدريوشا وبالنسبة كذلك متابعنا الكرام للمناطق الغربية للمغرب فمن المتوقع نزول بعض القطرة المطرية على مستوى الجون والزن وكذلك تبودة بالنسبة للمناطق الوسطى من المغرب فبدورها ستعرف وجواء مستقرة ما تشكل غيوم على مستوى مرتفعة الأطلس الكبير وكذلك المتوسط وتستمر الأجواء المستقرة على مستوى باقي الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال فترة بعد الزوال بحول الله من المتوقع أن يعرف المغرب باستمرار المنخفض الجوي القوي على مستوى المناطق الشمالية للمغرب وبالتالي من المحتمل أن تعرف هذه المناطق التي تظهر على الشاشة نزول تساقطات بطرية خلال الفترة المسائية من يومه السبتة بركان توريت ساكا أغنول وكذلك الدريوشة وكذلك تازاقر سيف تهلا وتينديتا واسكورم تازعفون وكذلك أوطة الحجوة ميسورة وبالنسبة للمناطق المتوسطية والسواحل المتوسطية فمن المتوقع أن تعرف تطوان وكذلك الحسيمة تشكل غيوم على مستوى المناطق وكذلك المستوى المرتفعات جبال الريفة وكذلك ستكون هذه الغيوم صحبة بين زور قطارات أو زخات مطرية رادية هذا وخلال الفترة الليلية دائما من يوم السبت من المتوقع أن تستمر هذه التساقطة المطرية التي ستكون مهمة على مستوى النظور الدريوش وكذلك ساكا وأغنول وبالتالي وجب اتخاذ الحيطة والحضار خصوصا على مستوى المناطق المائية وكذلك على مستوى الأودية والمجاري المائية وكذلك من المتوقع أن تعرف تزلت أهلا وفاس وكذلك تونت قارية ابو محمد وكذلك أساكن وكذلك بركان نزول تساقطة المطرية خلال الفترة نفسها من اليوم خلال الساعة الأولى من صباح يومي الأحد من المتوقع دائما أن تعرف المناطق الشمالية هبوب رياح قوية وكذلك تشكل غيوم على مستوى فاستازة وكذلك بالرد الحسيمة وساكن ناغنول وكذلك تونت ستكون هذه الغيوم صحوبة بكمية مهمة إن شاء الله من التساقطات المطرية وعلى مستوى الواجهة الغربية للمغرب فمن المتوقع أن تعرف تنجا وطيطوان وأصيلة وكذلك العرائش للميمون ووزان كامن سيد سليمان سيد علالتازي والرباط وكذلك سيد بن سليمان الرماني الكارة برشيدة وكذلك السطات وكذلك على مستوى منطقة بن جرير واليوسفية وكذلك الشيشاوة والصويرة نزول تساقطات المطرية مهمة خلال الفترة الصباحية من يومه الأحد إذن من خلال هذه التوقعات فمن المتوقع أن يكون المغرب على موعد مع نزول قطرات مطرية أو زخات مطرية مهمة خلال اليومين القادمين نلتقي في نشر قادم بحول الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته